موسيقى نشرة المساء من السيديو الأخبار بقناة عدن الفضائية أهلا بكم أجرى فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي اتصالا هاتفيا بوزير الأوقاف والإرشاد للإطمينان على سلامة الحجاج اليمنين وطمأن الوزير عطية فخامة رئيس الجمهورية بعدم وجود أي إصابات بين الحجاج اليمنين جراء الحريق الذي شب أمس في أحد الفنادق الذي يسكن فيه حجاج من اليمن وتركيا مؤكدا له قيامه بمواشرة إخماد الحريق بنفسه بمعية رجال الإطفاء في الدفاع المدني السعودي واستمع رئيس الجمهورية من وزير الأوقاف والإرشاد إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الحجاج اليمنين وتفادي مثل هذه الحوادث العارضة وثمن رئيس الجمهورية الجهود التي يبدلها وزير الأوقاف والإرشاد للحفاظ على سلامة الحجاج اليمنين وتذل الصعوبات أمامهم مشددا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تجاوز كل السلبيات التي حدثت خلال مواسم الحج السابقة وعبر وزير الأوقاف والإرشاد عن شكره لفخامة رئيس الجمهورية على متابعته المستمرة للإطمينان على صحة وسلامة الحجاج اليمنين وتفاقد أحوالهم وتلمس همومهم وحل مشاكلهم أولا بأول بعث رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم برقيتين شكر إلى أخيه جلالة ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة وإلى أخيه رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة وذلك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وقال رئيس الوزراء اسمحوا لي أن أعرب لجلالتكم ولدولة رئيس مجلس الوزراء والإخواء الأمراء وأصحاب السمو والشيوخ وللشعب البحريني عن عظيم شكر وتقديري الكبيرين لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة العربية الأصيلة التي منحتمون إياها والوفد المرافق في زيارة رسمية إلى مملكة البحرين الشقيقة والتي عكست في مجملها قيمة عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وأضاف بن دغر أن علاقتنا الأخوية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ قد عززها موقفكم الشجاع والمشارك لعصفة الحزم وإعادة الأمل بقيادة المملكة العربية الصعودية ومشاركة قوية وصادقة من مملكة البحرين وأبنائها إلى جوار إخوانهم في خندق البطولة والشرف للدفاع عن خاصرة الأمة العربية اليمن من خطر التمدد الإيراني الفارسي في منطقتنا العربية وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماعات التي عقدت والأحادث المتبادلة بروح من الإخاء معكم ونظرتكم الثاقبة في استمرار دعم الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية والمساهمة في عادة بناء اليمن قد أثلجت الصدور وأكدت حقيقة النظرة الشاملة للبحرين مملكة وحكومة وشعبا وغرست فينا قناعة النصر القريب وأنتم معنا في تحقيق آمال وطموحات شعوبنا العربية التي تتوق للعيش بسلام وعبر رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لملك البحرين ورئيس الوزراء راجيا من المولى عز وجل أن يديم عليهم الأمن والأمان والاستقرار متمنيا لهما ولشعبهم الكريم مزيدا من التقدم والازدهار قال رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عبيد من دغر أن الحكومة الشرعية ستواصل العمل من أجل عودة الاستقرار والأمن لصنع وبقية المحافظات وطرد الميليشيات الحوثية ويعادت النظام كما كان عليه وأضاف في حوار نجرته معه وكالة الأنباء البحرينية بنا أن الجزيرة العربية والخليج العربي قادر على الصمود والدفاع عن مصالحه ولا يمكن لأحدا يؤثر على العرب حاليا ولفت إلى أن ما يجري في اليمن اليوم هو رسالة واضحة المعالم لإيران حيث حاولت اللعب على التناقضات المذهبية في اليمن فهب العرب جميعا للدفاع عن اليمن وعن مصالحهم وسيقومون بذلك في أي مكان آخر وأكد أن اليمن هو العمق التاريخي للخليج العربي وهو ما يفرض على العرب جميعا الاهتمام بقضيته وعدم السماح لأعداء الأمة العربية بالوصول إلى أمنه واستقراره وأوضح أن هناك تطورا نوعيا في ضبط الأمن والاستقرار في المناطق المحررة بالتعاون مع قوات التحالف العربي وهما مهدى لطرد فلول القاعدة من المكلة وساحل حضر موت وأشار الدكتور بن دغلل أن اليمن مر بحالة من التطرف والإرهاب حيث انتشرت القاعدة في عدد من المناطق وستطاعت السيطرة على مناطق مهمة منها المكلة وساحل حضر موت وقد تطلب إخراجها من المكلة عملية عسكرية كبيرة شاركت فيها كل قوات التحالف بما فيها القوات البحرينية ولفت إلى حاجة ملحة لدولة مدنية اتحادية تعيد صياغة النظام السياسي في اليمن وصياغة المصالح وإعادة ترتيبها بما يحقق قدرا من العدالة في توزيع السلطة والثروة مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة حددت فيها القواعد التي تم الاتفاق عليها والأسس التي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني وتم صياغتها في دستور جديد وهو مشروع لم يتم الاستفتاء عليه بعد لكنه حضي بإجماع كبير في اللجنة الدستورية والتي شارك فيه كل الأطراف اليمنية بما فيهم علي عبدالله الصالح والحوثيون وأكد أن اللجنة الدستورية خرجت بصياغة دولة جديدة اتحادية مكونة من ستة أقاليم وهو ما تم الإجماع عليه رغم أن هناك من يرفض عدد الأقاليم وأعني بذلك الحوثيين والذين هم بالأساس يرفضون الوحدة أيضا لافتان إلى أن الدولة القادمة في شكلها العام لن تكون دولة مركزية بمعنى المركزية الشديدة التي صبغت بها الوحدة عام 1990 ميلادية فالآن هناك تغيرات جذرية في الدولة فهناك نظاما برلمانيا ورئاسيا جديد وهناك علاقة خاصة بين المركز والأقاليم وتوزيع الجديد للثروة والسلطة حيث ستكون السلطة السيادية موزعة بين الأقاليم والمركز وسيتمتع المركز ببعض السلطات السيادية مثل تمثيل اليمن والهوية والعملة والجيش والأمن الاتحادي والقضاء المركزي والدستور الواحد وبشأن وجود برامج تنموية في اليمن أوضح بندغر أنه لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية في الظل الحربي والإرهاب ولذلك فلابد أولا من إعادة الأمن والاستقرار والنظام للعاصمة الصنعاء وأن تحتكم الميليشيا المتمردة للدستور والقانون ولابد أن يعرف علي عبد الله صالح أنه لم يعد بإمكانه أن يعود لحكم اليمن مرة أخرى وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة تمكنت من مواجهة مرض الكوليرا في المناطق المحررة أما المناطق التي لا يزال يسيطر عليها المتمردون فإن الأمور أكثر الصعوبة وهي المناطق التي تتحدث عنها المنظمات الإغاثية الدولية مؤكدا أن المتمردين يسيطرون على موارد هذه المناطق ويسخرونها للمجهود الحربي ولا يقومون بأي خطوات لمساعدة الشعب سوى بدفع مرتباتهم أو العناية الصحية نوها أن هذا الأمر تزايد في الفترة الأخيرة مما سبب توترات في الصنعاء بسبب الاستيلاء على الأموال وتوجيهها للمجهود الحربي أو لقيادات التمرد والذين أصبحوا يملكون الملايين وذكر الدكتور بن دغران إيران سبب تضرارا نفسي لنفسها وللمنطقة فلديها طموحا كبير نحو التوسع والهيمنة وزحزحة الآخرين عن أرضهم وحقوقهم وهو طموح قاتل أدى إلى ما نراه اليوم من حروب ومشاكل مشيرا إلا أنه لم يكن على الإيرانيين أن يقوموا بتدريب وتسليح الميليشية الحوطية أو الوقوف بجانبها إذ أن اليمن بعيدا عن إيران جغرافيا ولكن طهران ترى أن اليمن يمكن أن يتسبب بضرر للأمن القومي لدول الخليج لذلك أثارت المشاكل في اليمن وقامت بتسليح وتدريب الميليشيات الإنقلابية وعملت على شحن النفوس والقيام بأعمال لا يمكن أن يفهم إلا أنها أطماع استعمارية وأطماع تاريخية من خلال نظرة استعلائية من قبل إيران المنطقة ولا تنظر بموضوعية لواقع الحال وعن مستقبل صالح والحثي قال بن دغر نريد أن يذهبوا إلى كلمة سواء فهم من شن الحرب على الدولة وانقلبوا على النظام الشرعية وأضروا بأمن اليمن والخليج والمنطقة العربية بل والعالم أجمع وعليهم أن يعرفوا أن ذلك غير ممكن وإن أرادوا أن يمارسوا دورا في المستقبل فعليهم العودة لمخرجات الحوار الوطني وهما تم الإجماع عليه بين جميع مكونات الشعب اليمني رحب رئيس الوزراء البحريني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة بنتائج المباحثات الرسمية البحرينية اليمنية التي أجريت خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى مملكة البحرين الشقيقة وصف رئيس الوزراء البحريني خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء المباحثات اليمنية البحرينية بأنها بناءة وتشكل إضافة على صعيد العلاقات والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة وقف بلاده الثابت بقيادة حضرة الملك حمد بن عيسى الخليفة المؤيد لوحدة اليمن وسلامة أراضيه ودعم الشرعية الدستورية فيه بقيادة فخمة الرئيس عبد الربو مصور هادي رئيس الجمهورية واستمرارها في مساندته ونصرته إلى جانب الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية الصعودية لتجاوز الظروف الراهنة وتحدياتها جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي تأكيد الحكومة اليمنية حرصها على تحقيق السلام وأكد المخلافي في الندوة التي نظمتها المندوبية الدائمة لليمن وبعثة المملكة العربية الصعودية الشقيقة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الحادي والعشرين من أغسطس الجاري تحت عنوان شركاء من أجل سلام مستدام في اليمن أن الحكومة قدمت الكثير من التنزلات والقبول بكل المقترحات التي كانت تتقدم بها الأمم المتحدة طوال الفترة الماضية وانفتاح الحكومة اليمنية على كل الأفكار التي تحقق سلاما مستداما وفقا للمرجعيات الثلاثة في الوقت التي رفض تحارف الانقلاب على كل ذلك واختاروا طريق الحرب التي يشلوها على الشعب لتمرير مخططات إقليمية وتحقيق الطموح الإيراني في النفوذ والهيمنة على المنطقة كما أكد الوزير المخلافي استمرار دعم الحكومة اليمنية لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد موضحا أن الحكومة وافقت على المقترحات الأخيرة الخاصة بمحافظة الحديدة الحديدة وألية توريد الإيرادات للبنك المركزي وصرف المرتبات عقد وزير الأوقاف والإرشاد رئيس اللجنة العليا لدارة موسم الحج على عام 2438 هجرية الدكتور أحمد عطية اجتماعا مع لجنة التوعية والإفتاء لمناقشة المهام المناطة بها في مقر مكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة وتطرق الوزير عطية إلى كيفية تنفيذ المهام المناطة بلجنة التوعية والإفتاء في توعية الحجاج اليمنين بأمور مناسكهم خلال مشاعر الحج وأشدد الوزير عطية على لجنة التوعية والإفتاء مرافقة الحجاج اليمنين عن كثب وخصوصا في مخيمات منى وعرفات والعمل على توجيههم بالإرشادات التوعية الصادرة من وزارتي الأوقاف والإرشاد والحج والعمرة وأشدد وزير الأوقاف على ضرورة تجاوز السلبيات التي حدثت خلال مواسم الحج السابقة وأن يطلع الجميع بمسؤولياتهم الدينية والوطنية أكد وزير إدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب بفتح أن تردي الوضع الإنساني في اليمن هو نتاج عن عمل سياسي عسكري انقلابي لتحالف الميليشية الحوطية وصالح على الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي والحكومة الشرعية وقال الوزير فتح في كلمته التي ألقاها في الندوة التي نظمتها المندوبية الدائمة لليمن وبعثت المملكة العربية السعودية الشقيقة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تحت عنوان شركاء من أجل سلام المستدام في اليمن أن التشخيص الدقيق للجذر وسبب المشكلة الإنسانية في اليمن يعتبر مدخلا حقيقيا وصحيحيا لوضع حلول لها وأضاف عندما بدأت أول الخطوات العملية لنقاش مستقبل اليمن ولتأسيس وبناء الدولة المتوافق عليها خرجت على الجميع فئة مسلحة تحالفت مع صالح ورفعت شعار أحكمكم أو أقتلكم وقادت حربا ضد أسس ومرجعيات الحوار الوطني ورفضت الانصياع للمرجعية العربية المتمثلة في البادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كان رفضت الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وبذات القرار رقام 22-16 وتسببت بالكارثة الإنسانية والوضع القائم اليوم في اليمن أخبارنا الميدانية ونبدأها من محافظة طبالة حيث تجددت المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثية الانقلابية في أطراف يعيس ونجد القرين الشمالي جبهة مريس بمحافظة الضالع ونقل مصدر الميداني قوله أن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش والعناصر الانقلابية استخدم فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ودكت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات للانقلابين في نجد القرين والتهامي أسفر عن سقوط قتل وجرحة في صفوف الميليشيات وبحسب شهود عيان فإن الميليشيات استقدمت عددا من الأطقم العسكرية والمقاتلين إلى دمت خلال الساعة الماضية من الضالع ننتقل إلى الصناعة حيث دكت مقاتلات التحالف العربي بغارة جوية مكثفة مراكز تجمعات وتحركات للميليشيات الانقلابية في نهم شرقي المحافظة ووقعت الغارات خسائر الجمع بالانقلابين بتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة للميليشيات في مواقع متفرقة من نهم بحسب إفادة مصادر ميدانية كما أسفرت إحدى الغارات عن تدمير طقم عسكري للميليشيات ومقتل عدد من العناصر الذين كانوا على متنه يأتي ذلك مع استمرار قوات الجيش الوطني في عملياتها العسكرية في جبهة نهم حيث تخوض معارك الشبهة يومية مع الميليشيات الانقلابية التي تتكبد خسائر فادحة في العتادي والأرواح بشكل يومي إلى صعدة حيث تمكنت قوات الجيش الوطني في مندبه شمال محافظة صعدة من إفشال بحاولة تقدم للميليشيات الانقلابية تكبدت فيها خسائر بشرية ومادية كبيرة وقالت مصادر عسكرية في محوار علب للمركز الإعلامي بأن الميليشيات حاولت استعاذة مواقع خسرتها أمس في منطقة باقم الآن أن محاولتهم باءت بالفشل معكدا سقوط العشرات من المتمردين ما بين قتل وجريح فيما لاذ البقية بالفرار وضحت المصادر بأن المواجهات اسفرت عن استشهاد أحد أفراد اللواء الخامس وجرح اثنين آخرين مشيدا بمستوى الجاهزية في صفوف الجيش الوطني يأتي ذلك بعد تحقيق انتصارات كبيرة حققتها قوات اللواء 63 بالاشتراك مع اللواء 102 تكللت بالسيطرة على مواقع استراتيجية وقطع خطوط إمداد العدو نشرتنا انتهى تشكر لكم طيب الإصغير ونتابعا دمتم ودم الوطن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة